موسيقى أعمال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال شهر ديسمبر الحالي والمتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وخلال اللقاء أعرب العاهلة المفدى عن تمنياته لقمة الرياض المقبلة بالتوفيق والنجاح للتوصل إلى القرارات وتوصيات تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك التي تجمع الجميع مؤكدا جلالته بأن لقاء القمة المرتقب يأتي وسط ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها المنطقة تستوجب مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات شعوبنا ودولنا الشقيقة وأشاد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بالدور الرائد الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين دول المجلس وتوحيد الصف بين الأشقاء والحفاظ على المكتسبات الوطنية والحضارية لشعوب دول المجلس لكل ما فيه خير ورفه واستقرار شعوبنا ومجتمعتنا معربا العاهلة المفدى عن تقديره للجهود الطيبة التي يبدلها الأمين العام ومساعده وجميع العاملين في الأمان العام لمجلس التعاون لدعم مسيرة المجلس وتعزيز التنسيق والتعاون بين دوله الشقيقة لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وبهذه المناسبة صرح الأمين العام لمجلس التعاون أن جلالة الملك رعاه الله أعرب عن تقدير جلالته لما تحقق في مسيرة المجلس المباركة من إنجازات مشرفة في مختلف المجالات والميادين بفضل من الله العلي القدير وبتكاتف وتلاحم دول وشعوب المجلس من أجل تحقيق الغايات السامية والنبيلة لمجلس التعاون والهادفة إلى رفعة المواطن الخريجي وتقدمه وازدهاره كما أشاد جلالته بما حققه مجلس التعاون من مكانة دولية رفيعة وبما يسهم به المجلس من دور إيجابي وبناء في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالبي وأعرب الأمين العام عن امتنانه واعتزازه بالتوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة التي عبر عنها جلالة الملك رعاه الله في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس في مزيد من التعاون والتكامل الخليجي كما عبر الأمين العام عن تقديره وفخره لإشادة جلالة الملك المفدة بالجهود التي تقوم بها الأمان العام لمجلس التعاون ومنسبوها في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام لمضاعفة إنجازاتها وترسيخ أركانها وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس